ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة جدا وهي مبرد مياه فريش بس في البداية ما تنسانيش باللايك وابسكرايب لو استفدت ولو بعنوما زائر هنتكلم عن المميزات والعيوب والاسعار اول نقطة نقطة المميزات في مفتاح امان ده بيقفل المياه السخنة علشان خاطر الاطفال وده من اهم المميزات اللي انا شايفها في المبرد ده الساعة الداخلية للخزان من اكبر الساعات اللي انت ممكن تشوفها في اي مبرد تاني الحقيقة مميزة جدا يعني وبتوصل في بعض المميزات ل 16 لتر المياه الباردة درجة الحرار بتوصل لغاية من 5 ل 6 درجات والمياه السخنة بتوصل لغاية 95 درجة مئوية وده درجة عالية جدا المبرد فيه فلتر اللي بتتخلص من الشوائب وبيخلي المياه نقية ودي ميزة يمكن مشوفتهاش غير في بعض المبردات اللي هي قليلة قوي يعني شكله حلو حجمه صغير تنظيفه كمان سهل والخزان بتاعه من ستانل ستيل مقاوم بالصدق بعض الموديلات منه فيها 3 حنفيات حنفية البارد وحنفية للساخن وحنفية للماء الطبيعية ضمانه سنتين صناعة مصري جودته الحقيقة عالية جدا العيوب بتاعته استخدامه صعب شوية وخصوصا في الموديلات اللي هي بتتحكم بتتحكم فيه عن طريق الزراير وده بيرجع ان الزراير بتاعته طبق من فوق فمش مناسب للاطفال يعني اللي هي الموديل اللي هو بزراير ده مش مناسب للاطفال خالص حتى الكبار بيبقى صعب ان انت تتخدمه انت ما بتبقاش عارف الماء هتنزلك منين يعني مخرج بتاع الحنفية بتاعته ما بيبقاش واضح للكبار حتى فده انا شايفه ان هو صعب شوية سواء على الزغيرين او سواء على الكبار اه لكن اللي هي الحنفيات العادية بتبقى كويسة وسهلة جدا للاطفال وبرضو اه فيها ضرار الامان بتقدر ان انت تفصل الماء السخنة اه وما تشغل هيش يعني اه حتى لو جالك ضيف برضو يستحسن هو زي ما بقول لك الموضوع اللي هو المبرد ابو زراير ده صعب جدا يعني اه في عندنا اسعاره بالغالية شوية اه بالنسبة للانواع تانية الاتنين حنفية بيبتدي من الف وتممية وسبعين جنيه والتلاتة حنفية اللي هو ابو زراير من فوق بيعمل حوالي الف ومية جنيه ده كبداية السعر يعني اختلف طبعا حسب الالوان وخلافه اه يارب تكونوا استفادتم ولا ابوا معلومة صغيرة ومتنسونيش باللايك وسبسكرايب وقولوكم سلام اشتركوا في القناة